تتواصل للوم الخامس على التوالي في دبي أعمال المؤتمر الخامس والعشرين من الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجية والذي يُعقد سنويا في دبي بمشاركة ما يزيد عن الثلاثين من الخبراء الإقليميين والعالميين ومشاركة واسعة من القطاعات والمؤسسات المعنية وبرعاية كريمة من عدة مؤسسات رائدة في تحول الذكي أنت تقول لي أنه قطاعاتنا مهيئة للذهاب إلى الحكومة الذكية أقول لك هناك تحديات كبيرة وحتى الآن في أنظمة قديمة وفي هناك تقنيات قديمة ما زالت في الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية فإذا الذهاب إلى الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الجيل الخامس لا إحنا مش مهيئين خلنا نكون واقعين إحنا مش مهيئين ما زلنا في بداية الخطوة هذا وترح المؤتمر من خلال النخبة العلمية والخبراء المشاركين فيه عدة أوراق عمل تناول التقديم خدمات الحكومة والمدن الذكية في عالم اليوم وتطورات ما إذا كانت هذه التقنيات هي المستقبل المؤسسي وهل هذا الاهتمام الإعلامي والمؤسس حولها حقيقي أم مبالغ فيه كما بحثت جلسات النقاش وضع قدرات التكنولوجيا المستخدمة حاليا وما إذا كانت المؤسسات بحاجة ومستعدة لاستخدام هذه التقنيات المتقدمة أيضا وهل هي جاهزة كليا للاستخدام المؤسسي أم لا هذا وتختتم جلسات أعمال المؤتمر بتوصيات مهمة تتمحور حول مدى مواكبة الدول الخارجية للتقنيات الجديدة المتعلقة بثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاستناعي والبلوكشين وغيرها وما مدى حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى هذه التكنولوجيات الجديدة في ظل هذا دون إغفال جانب مخاطر هذه التقنيات والتكنولوجيات من خلال الاختراقات بالإضافة إلى التحديات التي تطرح على مستوى رصد الأغلفة المالية لها ولتطبيقاتها والكوادر البشرية المؤهلة والخبرة في تفعيلها لتعود بالكفاءة على الاقتصاديات الخليجية لقناة الإخبارية عبداللطيب بخوش دبي ترجمة نانسي قنقر